وفي هذا الإطار علق وزير خارجي نصيف حت باتصال مع الـ OTV على زيارة نظير الفرنسي لبيروت زيارة وزير خارجي فرنسا للبنان في هذه الفترة هي بحالة رسالة إيجابية دليل على اهتمام فرنسا بلبنان واستمرار هذا الاهتمام وتأكيد لهذا الاهتمام ايا كانت الانتقادات التي وجهت كما سمعنا وهي تأتي انا اراها من باب الحرص على لبنان والحرص على اللقاءات اللبنانية الفرنسية وهي بمثابة حس لبنان على الإسراع في عمليات الإصلاح وعلى الإسراع في خطة الإصلاح وزير خارجي فرنسا للزيارة يأتي ليؤكد مرة اخرى التأكيد على ضرورة الإسراع وليس التصرع الإسراع في عمليات الإصلاح بس ماذا سيقول جواب الجانب اللبناني ماذا ستقولون يعني دعيني أقول دون شك هناك حرص منا وهناك إدراك يعني نحن ننظر بعقل نقضي أحدث على الأقل أنا مسؤول عن ما أقول وننظر بعقل نقضي أنه رغم كل المعوقات ورغم كل المشاكل التي تواجه لبنان فعلينا حقيقة ليس فقط التمسك بخارطة طريق كما أكاد للإصلاح إنما ألضي بشكل سريع في هذه العملية لأنه كما ذكرت وأكرر هناك تكلفة زائدة الوقت يعمل ضد الإصلاح في لبنان إذن سنتحاول نتحدث في هذا العمر وكيفية مساعدتنا في كافة التحديات المطروحة أمامنا هناك أيضا موضوع جد مهم وهون أحيى للموقع الفرنسي أيضا يتعلق بدعم فرنسا الكبير جدا والذي هو أيضا ضروري لتمديد مهام قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان جونيفل لفترة عام جديدة كما هي العادي الذي يتم التمديد في شهر آب وأيضا مع التأكيد على عدم أي تغيير في مهام هذه القوات كما قد يحاول البعض العمل وعدم التغيير في عديد هذه القوات وهناك أيضا دعم لشبكة المدارس الفرنكوفونية